إسرائيل دائمة الحديث عن أن ما تقوم به هو للدفاع الشرعي عن نفسها تجاه هجمات طلقتها يوم 7 أكتوبر أيضا الولايات المتحدة الأمريكية داعمة لإسرائيل في وجهة النظر تلك السؤال هل ترى أن ما تقوم به إسرائيل الآن هو فعلا دفاع شرعي عن النفس؟ القانون الدولي واضح لا يمكنك أن تعرف الدفاع بالنفس هو بأن ترتكب قريمة حرب فإسرائيل إذا أرادت الرد وإذا أرادت الرد على أي عنف من حماس يمكنهم الرد تحت وطأة القانون ويمكنهم الرد تحت وطأة المجتمع الدولي وقوانين المجتمع الدولي وما نراه الآن أن غضب إسرائيل تجاه المجتمع المدني في غزة الذي لا استطيع أن يدافع عن نفسه لا يمكنك إلا أن تسميه دفاعا عن النفس وإنما هذه مذبحة ضد المدنيين حوالي 11 ألفا من المدنيين قد ماتوا بالفعل من بعد هذه الهجمات فأعتقد أن هؤلاء المدنيين لا يصحقون ذلك أعتقد أن هذا لا ينطبق لا ينطبق عليه مسمى دفاعا عن النفس في المجتمع الدولي ولكن أهداف أهداف إسرائيل الآن قد واضحت وحتى إن قلنا أن هذه مقاومة لما حدث لا ينستطيع أن أقول أن هذه مقاومة في ظل ازدياد هذه الأعداد الأعداد تزيد الآن أنظر إلى عائلاتهم أنظر إلى الأطفال في غزة هل هذا يخلق مناخا من السلام؟ لا أعتقد ذلك إذا نظرنا إلى احترام القانون وتطبيق حقوق الإنسان من المؤمن المتحدة والمجتمع الدولي ليست هذه طريقة مناسبة أو ملائمة لتطبيق العدل في غزة